تراجع ساعات يمشي يهبط ويطلع عبدالطيف المكية مهوش بالقوة شنو بش يعملوا إذا كان عمل النظام الداخلي تحس فما بالرغم هالأصوات هذية يكن زيتون معزول أكثر في وسطهم مفميش لأ الملخص في هالجبهة المعارضة هذية مفمتراش فما امسجان وهذا ربما أكبر قوة متاع أكبر نقطة قوة عند رشد الغنوش بيتون احنا نسمع ومنزلوا دوتريكستري أحليم شكيب هل كان منتظر بشي جينهار والرمينة هذي تتفرك أوليه كان متوقع خاصة لوت في زيتون لوت في زيتون معروف في الموضوع هذا لوت في زيتون من خيارات ولولا أنه وصل يتسمى أنه رجل الباجي معناه داخل النهضة وأنه كان ضد أنه فكر ارتباط بين الغنوشي والباجي كالتوافق الكبير حاب يبني عليه سردية كبيرة أنه تقوي يوسف الشاهد على حساب إضعاف الباجي قايد سبسي ونيدى تونس وقت ندى الباجي وحافظه وكان ضده أعلى الموضوع هذا وصار لغط حتى في مرة في مشهورة أنه ينقل حديثه أولا بأول اليوسف الشاهد وخرج أنه مستاء من ناس لسمام حتى اليوسفيين ولا الشاهديين معناها داخل حركة النهضة قصة المرجعية الإسلامية ومن قديم كان يقول أنه مهم أنه تخلي عن الموضوع هذا وفما أكثر واحد قريب منه في الموضوع هذا يسامي طريقي مرة في تصريح شهيد جارية المغرب وقت قال لا حاجة لنا بالمرجع الإسلامي ولو أني أنا تقديري الموضوع ما وشي مشكل ديني مشكل دنيوي معنا مشكل دنيوي بامتياز كي تقول لي رأوا بعض إحالات في ردة فعل جيب حديث نابوي من هنا آية قرآنية من هناك وكذا وغيره حتى الرئيس قيسعيد عنده إحالاته الدينية المكثفة مش معناها يرى ولا يخلط بين دين ودولة ولا دين ودنيا تقديري موضوع دنيوي ولكن فاجأ لطفي زيتون بشي أنه كانت ناس تتوقع أنه في شي دزم على رجل غنوشي في موضوع المؤتمر سيد ونفسه وأنه على شلام ما تكون لهش عهدة ثالثة وأنه الزعيم وأنه مرشح طبيعي الاستحقاقات كبيرة وأنه رجل السرديات ونعطافات وكانت ناس تتوقع الموضوع هذا لأنه تعرف فوق العشرين عام كان هو أمين سر رجل غنوشي وشهد المكتب متاعه معناها كل صغيرة وكبيرة بالتفاصيل من لندرة بمعنى شخلة حتى خرجات ونشاز لطفي زيتون ديما فما ضبط نفس من جهة رجل غنوشي وعمره ما تغشى عليه وكان كل مرة على فكرة دخولوا الحكومة اللي فات على لياس فخفاخ أنا نأكد لك نعطيك معطى أنه لياس فخفاخ لم يكن يريد لطفي زيتون في الحكومة متاعه هذا خوضه معطى وراجل غنوشي حتى اللي قدامه واللي وراه ووسط جيهة كانت هي تحب تقرب بين وجهات النظر ونشطة في الموضوع هذا قال له بالحرف الواحد القالي بقعة للسيد لطفي زيتون كان يعتقد أنه فما لكن ملقاش ولكن يمكن قاعد يحطب ويطيب للروحه لطفي زيتون أنه يحب يكون فوق كل هالخلافة يقرب بالتوانسة ويبتعد عن نهضوين كانو ديمقراطية الحزبة تعنيش فصل 31 ما يعنيش تعنيه الكورونا خدمة الناس البطالة استحققات التوانسة البلاد فوق الحزب وكذا وغيره يحطب ويطيب للروحه ولواني نعتقد أنه اليوم على الأجندة الوطنية ديمقراطية الأحزاب والديمقراطية الداخلية للأحزاب تقديري من الأولويات الأجندة الوطنية في البلاد لأنه خايب برشة أنك تلقى ديمقراطية من غير ديمقراطيين خايب برشة أنه تلقى شكون يبيع لبرة الإسلام الديمقراطي والداخل يعمل على حاجة اسمها الملك العظوذ أنا تقديري هذا يمس بالديمقراطية التونسية وبالاستثناء التونسية سوفين أنا شخصيا معناها لطفي زيتون ما نعرفوش قبل الثورة